تحذيرات بدأت بالتزايد مؤخراً تطلقها منظمات حقوقية دولية وتؤكدها تقارير صحفية عن تنامي ظاهرة الإتجار بالبشر في العراق ظاهرة لم يألفها العراقيون من قبل ولم تكن موجودة أصلاً قبل احتلال البلاد عام 2003 إلا أنها الآن أصبحت من القضايا الخطيرة التي تهدد بنيان وأسس المجتمع العراقي بمختلف شرائحه بحسب منظمة هيومن رايتس ووش والمرصد العراقي لضحايا الإتجار بالبشر فإن أسباباً عدة أدت إلى تزايد عمليات الإتجار بالبشر في العراق أهمها غياب مقومات الدولة، الإنفلات الأمني، الفساد المستشري في البلاد، الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المتورطين بارتكاب انتهاكات وجرائم إضافة إلى ترد الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة عمليات الإتجار بالبشر لم تكن لتصبح ظاهرة متفشية في المجتمع العراقي لو لا وجود سماسيرة يشرفون عليها ومن ورائهم قادة ميليشيات وشخصيات حكومية تستغل نفوذها للتستر على المتورطين بجرائم الإتجار بالبشر وضمان عدم ملاحقتهم قانونياً وفق ما تؤكده تقارير دولية ورغم إقرار السلطات الحكومية في العراق قانون مكافحة الإتجار بالبشر منذ عام 2012 والذي يفترض في أقل الاحتمالات أن يضع حداً لتنامي هذه الظاهرة الخطيرة إلا أن الواقع في البلاد يشي بعكس ذلك تماماً فعمليات الإتجار بالبشر في تزايد وبشكل مقلق والجهات الحكومية إما متفرجة أو متورطة بالجرم المشهود ترجمة نانسي قنقر